وصل من اتحاد كرة القدم للنادي الأهلي خطاباً رسمياً أن مباراة بيرمز ستلعب يوم 28 فبراير في استاد بورج العرب في تمام الساعة السابعة بدون جمهور رسمياً وصل للنادي الأهلي خطاب رسمي النهاردة إيه اللي حيحصل؟ زي ما قلت لكم خلال الإسبوع اللي فات الإسبوع اللي فات كنت دايماً بتكلم مع حضراتكم أن النادي الأهلي هو سنده جمهوره حما جمهوره أي حد يشكك في هذا الكلام فهو إنسان بيتكلم بطريقة غير منطقية وطريقة خاطئة عشان كده أنا بقول لحضراتكم عندما يتخذ مجلس الإدارة أي قرار اللي هو هيتخذه بقى خلال الفترة اللي جاية أنا معرفوش الحقيقة ومعرفش حتى معلومات عن هذا القرار كيف سيتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قرار في هذا الموضوع هل سيتخذه بأنه هو يلعب أو أنه هو ما يلعبش الكلام ده كله أنا معرفوش لسه لا أعرف شيء عن هذا الموضوع ولكن كل اللي أنا بقول لحضراتكم أن أنا كأهلاوي بعيداً عن القناة بعيداً عن قناة النادي الأهلي أنا كأهلاوي حطلع أساند هذا القرار مهما كان هذا القرار مهما كان هذا القرار وده اللي دايماً وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده أن أنا الفترات اللي فاتت درست قرارات النادي الأهلي منذ إنشاءه سنة 1907 وحتى الآن لقينا أن كل القرارات بتبقى الجمهور بيقف وراها والجمهور يعني بيشوف كل حاجة بتحصل وبيقف ورا قرارات مجلس إدارته وعشان كده أنا مش عايز حضراتكم نتكلم في الموضوع ده كتير لأنه موضوع زي ما قلت لكم مجلس إدارة النادي الأهلي عندما يتخذ قراراً بيتخذه في الوقت المناسب وبما يتناسب مع حاجتين المصلحة العليا للبلد ومصلحة واسم النادي الأهلي مع حفظ كل الحقوق الخاصة بجمهور النادي الأهلي واسم النادي الأهلي بس هو ده اللي أنا هقدر أقوله لكم في إطار هذا الموضوع لأنه الموضوع ده فيه كلام كبير جداً كتير جداً 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 نقدر نتكلم فيه ولكن بما أننا لا نعلم ماذا سيحدث خلال الفترة اللي جاية عشان كده أنا بقول لحضراتكم ما تقلقوش ما تقلقوش مجلس إدارة النادي الأهلي عنده سلطة مخولة من حضراتكم باتخاذ القرارات المناسبة من وجهة نظرهم علشان إعلاء حاجتين إعلاء مصلحة البلد وإعلاء اسم النادي الأهلي وحفظ كل حقوق النادي الأهلي فيه أي مكان وفيه أي قرار ده اللي دايماً هنبقى بنتكلم فيه خلال الفترة اللي جاية عشان كده زي ما قلت لحضراتكم النهاردة